مرة جديدة تلوح الولايات المتحدة بفيتو أمريكي في مجلس الأمن يعرقل صدور قرار يدين الاستيطان الصهيوني في مدينة القدس المحتلة ويسمح لحكومة بن يامن نتنياهو ببناء وحدات استيطانية على أراضي عربية في إطار مشروع تهودي أكبر لتقسيم مدينة القدس ومنع العربي من الوصول إلى المسجد الأقصى وفتح أبواب الأماكن المقدسة أمام المستوطنين ويعقد مجلس الأمن الدولي هذه الليلة اجتماعا طارئا لبحث المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في القدس المحتلة على إثر دعوة من المجموعة العربية ويأتي ذلك بعد أن أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة أكثر من ألف وحدة سكنية بالقدس الشرقية إلى ذلك شارك آلاف من سكان مدينة كفر قاسم وغيرها من البلدات والمدن العربية في فلسطين المحتلة في مسيرة حاشدة لإحياء الذكرى الثامنة والخمسين لمجزرة كفر قاسم ساد هدوء نسبي مدينة القدس المحتلة حيث تنتشر قوة شرطة الاحتلال بكثافة لكن التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل انتقل إلى الساحة الدولية مع إعلان مجلس الأمن في الأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ الأربعاء لبحث قضية الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وتأتي هذه المشاورات العاجلة بناء على طرب الأردن العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن بعدما وجه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة مذكرة دعا فيها أعضاء المجلس الخمسة عشر إلى النظر في الوضع المتأزم في القدس الشرقية المحتلة وأعلنت حكومة الاحتلال الاثنين تسريع خطط بناء ألف وحدة سكنية استيطانية في القدس ما زاد من تسميم الأجواء المتوترة جدا أصلا في المدينة وحذر الفلسطينيون من أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يؤدي إلى تفجر العنف من جانبه قال الناطق باسم كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية أبو يوسف خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ببناء الوحدات الإسطينية وعمليات التقسيم داخل القدس لن يكون ناتجه إلا لهيب على العدو وجيشه وأضاف أنه يجب على الفصائل المقاومة الفلسطينية بكافة أجنيحتها العسكرية الوقوف أمام هذا الإجرام الإسرائيلي وإعطاء الضوء الأخضر لكافة المجاهدين على أرض الضفة والقدس وفتح باب التجنيد لكل فلسطيني يريد الدفاع عن أرضه ووطنه ودعا إلى انتفاضة متكاملة الأركان في القدس والضفة والداخل الفلسطيني وتوفير كافة مستلزمات العمل الجهادي للمقاومين في الداخل لردع الاحتلال عن انتهاكته من ناحية أخرى حيت قرية كفر قاسم بسلسلة فعاليات الذكرى الثامنة والخمسين للمجزارة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القرية فيما تكتفي إسرائيل حتى الآن بالأسف دون الاعتذار وتتهرب من تحمل المسئولية عنها وكانت قوات من حرس الحدود الإسرائيلية استغلت انشغال العالم بالعدوان الثلاثي على مصر في يومه الأول في التسع والعشرين من أكتوبر عام الف وتسعمائة وستة وخمسين وكمنت قوات الاحتلال لإهالي كفر قاسم العائدين من حقولهم في المساء وقتلت خمسة وأربعين منهم دون ذنب وبذريعة خرق أمر منع تجول لم يعلن عنه